النهاردة كان في زيارة مهمة جدا لرئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندولاين لمصر وأكدت فيها على تواصل السعي المصري بجانب المفوضية لإيقاف الحرب واللجوء لحل الدولتين وطبعا عارفين أن في دول بتؤيد هذا المصار وخاصة أمريكا وأسبانيا اللقاء كان مهم جدا في عدد من المحاور وعدد من الدلالات نحن نتكلم على المفوضية هي الضراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي المفوضية هي المسؤولة عن إقرار تشريعات تنفيذ قرارات متابعة الأعمال اليومية للاتحاد الأوروبي فكون زيارة بهذه الأهمية تحدث في هذا التوقيت فده لمدلول كبير وربما يأتي على رأس هذه الدلائل هو هل تغير موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في غزة من ضرورة إيقاف الحرب وإنقاذ المدنيين ونفاذ المساعدات إلى داخل قطاع غزة ده اللي هنعرفه مع ضفنا اللي معنا على التليفون الدكتور حامد فارس الخبير المتخصص في الشؤون الدولية دكتور حامد أهلا بك معنا أهلا بك أستاذ يوسف أهلا بحضرك أفادي أرسولا فوندولاين في القاهرة تلتقي بالرئيس السيسي لبحث ما يحدث في غزة ضمن أجندة هذه الزيارة وكان على رأس هذه الأجندة ما يحدث في قطاع غزة وضرورة وقف الحرب السؤال المباشر هل تغير موقف الاتحاد الأوروبي مما يحدث في غزة طبعا يعني المراقب بشكل جيد للأحداث في فلسطين والمواقف الدولية تؤكد على أن هنا أن مصر بتعيد التوازن مرة أخرى للمواقف الدولية والأوروبية بشكل كبير تجاه القضية الفلسطينية مصر في الفترة الأخيرة نجحت فيه إحداث انفراض حقيقية في الكثير والكثير مع الدول الأوروبية والتأكيد على سوابة القضية الفلسطينية بضرورة تنفيذ مبدأ حل الدولتين وعدم استهداف المدنيين ونجحت أيضا في كسر الحصار عن غزة وبالتالي مصر بتنصق شكل كبير جدا على المستوى الإقليمي أو الدولي من خلال شركائها الإقليمين والدوليين في إطار السعي وبشكل كبير إلى توحيد المواقف لكي يكون هناك نظرة سليمة للأمور نظرة بعينين وليس بعين واحدة على اعتبار أن مصر بتتحرك في إطار دورها الرياضي والمحوري سواء على المستوى السياسي أو المستوى الإنساني هذه الزيارة بتعكس مكانة مصر ثقة المصر في المنطقة ليست الزيارة الأولى اليوم أيضا تنفيذ أصراحات مهمة جدا لوزيرة الخارجية الفرنسية والتأكيد أيضا على ثوابة القضية المصرية فيما يخص القضية الفلسطينية وبالتالي أرى أن الدولة المصرية بتتحرك في إطار البحث والسعي بكل قوة لإنهاء حالة الانسداد السياسي ووقف الحرب والعودة مرة أخرى من خلال تنفيذ الكثير من الإجراءات في الفترة القادمة تقفع مصر أظن بعد وقف الحرب وإن شاء الله قريبا للعمل على عقد مؤتمر دولي للسلام يكون هو اللبنة الرئيسية التي يتم البناء عليها بوضع خارطة الطريق تحقق انفراجة في المشهد المعقد والمرتبك في الأراضي الفلسطينية المظاهرات التي تشهدها الشوارع في عديد من العواصم الأوروبية بجانب طبعا المساعي المصرية الحثيثة لوقف هذه الحرب كيف تنظر إلى كل المحورين دكتور حامد؟ يعني أظن أن العالم الغربي منقسم بشكل كبير ما بين قيادات وشعور هناك دور كبير لتعظيم القضية الفلسطينية لدى الشعوب العالم بشكل كبير وبالأخص الشعوب الأوروبية والأسيوية وده ظهر بعد الاعداء الأخير والعدوان الغاشم على قطع غزة وده لأول مرة يا أستاذ يوسف نرى مظاهرات أمام منزل الرئيس الأمريك دي لم تحدث في التاريخ مظاهرات مؤيدة للقضية الفلسطينية أمام منزل الرئيس بايدن دي دلالة واضحة على تغير المزاج العلامي للشعوب الأوروبية والأمريكية وأيضا في كل دول العالم في بريطانيا نتيجة الضغوط التي تعرضت لها الحكومة البريطانية إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بشكل واضح وده دلالة على أن هناك رؤية جديدة من خلال ضغط حقيقي من الشعوب الأوروبية والأمريكية على قياداته لكي تغير نظرتها وبأن الظلم لن يستمر كثيرا العباءة الأمريكية التي منحت لإسرائيل الدول الأخضر لارتكاب كل هذه الجرائم أرى أنها ستسقط أرى أن هناك كمان نقطة مهمة جدا لابد أن نتحدث عنها أن هناك تغير نوعي في الموقف الأوروبي بعيدا عن الإدارة الأمريكية أصبح هناك صوت مختلف بشكل واضح من قبل الغرب وأوروبا ولابد أن يتم تقوية هذا الصوت لأنه صوت الحق لأن كل الدول الأوروبية بشكل واضح كما شاهدنا على سبيل المثال البرلمان النرويجي عندما يقرب أنه سيعترب بدولة إسرائيل هذه خطوة إجابية دولة فلسطين آه طبعا أنا أتكلم على البرلمان النرويجي والإعترب بدولة فلسطين ده دليل واضح على أن هناك الكثير والكثير من الإجراءات التي أرى أن السطرة القادمة سيتم إحياء مصار السلام وسيتم الضغط بشكل واضح على حكومة الاحتلال تتوقف عن عضوانها الغاشم على خطاع رسالة دكتور حامد آخر الحروب التي كنا نرى فيها انقسام بين قاتة بعض الدول كانت حرب الخليج هل نحن أمام نموذج مشابه في ما يحدث في غزة هل المخطط الإسرائيلي يعتمد على الدعم الأمريكي إلى آخر لحظة؟ يعني فيه جزئية مهمة جدا لابد أن يعلمها المشاهد وهي توزيع الأدوار بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل فيما يخص التصعيد في قطاع غزة الولايات المتحدة الأمريكية متولية بشكل كبير إيجاد دعم سياسي ودبلوماسي لإسرائيل سواء في المحافل الدولية أو حتى عندما تقرر بعض الدول اتخاذ الإجراءات أو رغبتها في اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بتتدخل الولايات المتحدة الأمريكية قحاءة صد للوقف أي تصعيد تجاه إسرائيل ومن الناحية الأخرى إسرائيل بتتحرك على الأرض لتنفيذ مخططتها ومحاولة احتلال شمال قطاع غزة وإبادة أي مظاهر للحياة شكل كبير وارتكاب الكثير من جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القصري اللي هي دائما وابدا مخالفة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني يعني بالتالي عندما شاهدنا حتى في مجلس الأمن يا أستاذ يوسف يعني كان فيه محاولات أكثر من أربع محاولات لخروج قرار من مجلس الأمن وحتى عندما خرج القرار من مجلس الأمن 1712 لم يحقق المرجو لأنه سيغة القرار هي سيغة في اتصادة عندما يقول سيغة القرار وفي بداية الكلمة يدعو أو يدعو الأطراف معنى ذلك أنه ليس هناك إلزام على رغم أنه من المفترض أن تكون قرارات مجلس الأمن هي قرارات ملزمة ولابد من تنفيذها أيضا افتقد لوجود خارطة طريق أو آلية لتنفيذ هذا القرار بمعنى أنه لابد أن يحدد المدة لوجود هدنة إنسانية لم يذكر ذلك بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة بتعطي الغطاء الكامل لإسرائيل لاستمرارة محططها وبالتالي هناك نقاط كثيرة في هذا القرار لم تحقق النتائج المرجوة منه وبالتالي هو قرار ضعيف لابد أن يتبعه قرارات أخرى ده اللي هيخليني أخذ حضرتك لنقطة المنظمات الأممية والمجتمع الدولي حضرتك بتقول أنه وطبعا كان واضح جدا أن كل القرارات والبيانات اللي صادرة في صغة ندعو وليست في صغة إلزام بجدول زمني محدد وبالتالي تفقد مصداقياتها وتفقد قوتها مع بالانضمام لمسألة تحدي أو تصدي الولايات المتحدة لكل القرارات التي تصب في مصلحة إقاف إطلاق النار لكن في ظل المساعد الأوروبية الحالية والموقف الأوروبي الذي يتغير والزيارات التي تتم إلى مصر للحديث عن وقف إطلاق النار ماذا بقي أمام هذه المنظمات الأممية ونحن نجد أيضا أن اتفاقية جينيف تكاد يضرب بها عرض الحائط يعني قولا واحدا بهذه الصورة إسرائيل لا تغضع للقوانين الدولية ولكن لا بد أن ننظر لنصف القوب المملو بمعنى بالفعل بدأ يبقى فيه تغير من الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية في الفترة الأخيرة شكل كبير جدا يعني احنا بعد زيارة الرئيس ماكرون لمصر واللقاء بصحامة الرئيس السيسي تبنت الدولة الفرنسية والرئيس ماكرون تحديدا كلمة مصر أمام اجتماع الاتحاد الأوروبي لو بصيت لكلمات ولغة الرئيس الفرنسي نجد أنها متطابقة في إطار العلاقات التاريخية اللي بتجمع والاستراتيجية اللي بتجمع مصر وفرنسا يعني واللي أكدت على ثوابت مصر الحل القضية وضلول التنفيذ مبدأ حل الدولتين كسر الحصار عن قطاع غزة عدم استهداف المدنيين الرفض القاطع للتهجير كلها نقاط بتتحدث عنها الدولة المصرية من خلال أن مصر هي صانعة للسلام ولكن الآن لابد أن يكون هناك بوقت أكثر حسم من الدول الأوروبية ولابد أن تخرج أوروبا من العباء الأمريكية تخرج من التبعية الأمريكية لابد أن تتحرك أوروبا للعمل على تنفيذ مبدأ حل الدولتين لابد أن تكون هناك أدوات ضغط حقيقية على الاحتلال الإسرائيلي بعيدا عن الهيمن الأمريكية ضغط أوروبي والخوة الأوروبية قادرة على ذلك يعني الزيارات الكثيرة وهذه التغيرات يعني جزيب بوريل أيضا أكد على نفس المعنى الآن فون فاندرلاين بتؤكد على نفس المعنى وبالتالي أرى أن المواقف الأوروبية لابد أن تلعب دور مهم جدا في الفترة القادمة أنا بشكرة جدا دكتور حامد فارس الخبير المتخصص في الشؤون الدولية لوجودك معنا في التاسعة ترجمة نانسي قنقر